اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية آية اليوم نجيل معلمنا يوحنا صح 20 آية 20 في ظهور ربنا يسوع المسيح له المجد للتلاميذ لما ظهر لهم في العلية وكانوا خايفين جدا من اليهود ويقول الكتاب أنه لما ظهر لهم أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ ذراء الرب وربنا في قيامته عالج كل ضعفاتنا البشرية وكل مخاوفنا ففي أربع حاجات مشهورة قوي ربنا عالجها بعد القيامة عالج الخوف عند التلاميذ عالج الحزن عند مره المجدلية عالج الشعور بالذنب عند قديس بطرس الرسول وعالج الإحساس باليأس عند تلمزيع مواز هنا التلاميذ كانوا خايفين من اليهود الخوف كان مليهم وربنا لما ظهر لهم يقول الكتاب المقدس فرح التلاميذ ذراء الرب والفرح هنا أن ربنا حررهم من الإحساس بالخوف ودي من أعظم عطايا القيامة أن ربنا حرر البشرية كلها من الخوف ودي من الحاجات اللي اعتمد عليها القديس بطرس الرسولي لما قال إيه هو إذبات القيامة إذبات القيامة في المسيحيين لا يخافوا من الموت ولا يخافوا من الشياطين ولا يخافوا من العالم ولا يخافوا من المرض ولا يخافوا من أي شيء كون إن الإنسان المسيح يبقى عنده التحرر من الخوف وإن الإنسان يبقى قوي جدا من الداخل بالمسيح وبقيامة المسيح فده دليل قوي على القيامة كمان موضوع الحزن يعني ماريو المجدلية كانت مليانة حزن ولما ربنا ظهر لها انطلقت وراحت بشرة التلاميذ والحزن كله راح لما شافت المسيح للمجد وده يورينا بنشوف في الأداس الإلهي كل الأداس عبارة عن إيامة كل إفخارستي عبارة عن إيامة يقول هذا هو اليوم اللي يصنعها الرب فكنا منحضر أداس أي لو عندنا أحزان أوجاع أتعاب كلها بتروح ويطعى الإنسان من الأداس فرحا جدا زي ما يقول الأب كان في نهاية الأداس سامنا امتلع فرحا ولساننا تهليلا كمان الشعور بالذنب قديس بطرس كان مدائي جدا أنه أنكر المسيح ثلاث مرات ربنا ظهر له لوحده ظهور مخصوص عشان يأكد له محبته وأنه غفر له خطيته بالكامل خاصة بعدما قديس بطرس خرج إلى خارج وبكى بكاء مرن فخلاص هو غسل خطيته بدموعه وربنا إبل التوبة بتاعته وبالقيامة ادي له القبول مرة أخرى واددي له أن احنا خلاص كل اللي فادة انتهى وكل عار الخطية انتهى وما أجمل أن يكون عطايا القيامة الغفران الكامل لكل واحد فينا الحاجة الربع الشعور باليأس وده حصل عن تلميزي عمواس قال كنا نرجو أنه المذمع أن يفدي إسرائيل كنا حطين عشامنا فيه ورجعنا فيه لكن للأسف هو مات فلما اكتشفوا بعد قد قيامة المسيح كل اليأس اللي عندهم راح وامتلقوا بالرجاء والفرح وراحوا يأكدوا كمان للتلميز موضوع حقيقة القيامة يبقى هنا قيامة المسيح حررتنا من الخوف زي مع التلميز وحررتنا من الحزن زي مريم مجدلية ودتنا اليقين الغفران الكامل لخطيانا وضعفنا البشري لما بنقدم توبة حقيقية وفي الآخر كمان حررتنا من اليأس زي تلميزي عمواس لإلهنا كل مجدو كرامة لأبد أمين اشتركوا في القناة